اشتركوا في القناة اغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض ايضا بلغ دولارا و84 سنة ليصل الى 74 دولارا و85 سنة سجل ايضا خسارة اسبوعية بلغ 33 سنة اغلق خام برينت على ارتفاع بمقدار 69 سنة ليصل الى 76 دولارا و95 سنة سجل مكاسب اسبوعية بلغت دولارا و37 سنة هذا اغلق خام غرب تكساس الوسط الامريكي على ارتفاع ايضا بمقدار 84 سنة ليصل الى 72 دولارا و67 سنة للبرميل الواحد سجل مكاسب اسبوعية بلغت دولارا و12 سنة كشفت مؤسسة عراق المستقبل لدراسات عن انخفاض قيمة الصادرات السعودية الى العراق في الربع الاول من عام 2023 بنسبة 10% على اساس فصية مقارنة مع الربع الاخير من العام الماضي وحسب المؤسسة فقد انخفضت الصادرات السعودية من المعادل والتي تشكل في اغلبها مادة الالامنيوم بنسبة 15% على اساس سنوية وارتفعت بمقدار 4% على اساس فصية مقارنة مع الربع الاخير من عام 2022 ولتبلغ قيمتها 63 مليون دولار امريكية وتمثل هذه المنتجات ما نسبته 26% من مجملي الصادرات السعودية الى العراق اعلنت هيئة النزهة عن 6 عمليات ضبط لحالات رشوة وهدر للمال العام وتلعب في عدد من دوائر محافظة ميسان وقالت الهيئة انها ضبطت احد المتهمين واصدرت اوامر قبض استقدام بحق اخرين وبينت ان المتهمة ابتز احد المراجعين واخذ منه مبلغا من المال لقاء تزويده برخصة مزورة لقيادة المركبات حيث قام بالتنسيق مع موظف في تسجيل قاعدة بيانات تسجيل المركبات في المديرية والدخول الى قاعدة البيانات والتلاعب في بيانات رخصة القيادة وافق البنك الدولي على تمويل اضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كورونا في لبنان وبحسب البنك الدولي فان هذا التمويل الاضافي سيسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجا فضلا عن دعم تطور نظام موحد لشبكة الامان الاجتماعي يمكن من استجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل يمر لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات بأسوأ أزمة اقتصادية وامانية شهدها العالم قد أدى الانكماش الكلي بنحو 400% منذ عام 2018 إلى تبديد ما تحقق من نهو اقتصادي على مدار 15 عاما غرمت محكمة في سنغافورة مصرف كريدي سويس سويسري بدفع تعوض قدره 926 مليون دولار لانتهاكه في حماية أصول مسؤولين أوروبيين محكمة سنغافورة تجارية دولية قالت في الحكم المنشور إن المدعين أثبتوا أن المدع عليه انتهك واجبه تجاه المدعين لحماية أصول الصندوق في عام 2008 من جهته قال المصرف إنه قلق بشأن الحكم واعتبر أن الحكم المنشور خاطئ ويطرح قضايا قانونية مهمة للغاية وتعتزم شركة كريدي سويس تيست المحدودة استئنافه بقوة والآن هذه انتقال سريع ومشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية المجزة الاقتصادي بأمان الله